اشتركوا في القناة عشان تقدر تعمل كده انت محتاج لمجموعة مجموعة زي المجموعة اللي المسيح صنعك مجموعة من كنستك من المؤمنين اللي حواليك تجتمعوا مع بعض تسمعوا مع بعض تصلوا مع بعض تشدعوا بعض انك تطبقوا الحياة ديك وتكون اختبار حقيقي لكل واحد فيك صلاتي ان ده يتحقق معاك أمين عزيزي المشاهد احبائي ارحب بكم في حلقة جديدة من مدرسة المسيح واحنا بناخد خطوة كل مرة لقدام بتتبني على ما قلنا وما تعلمنا فيما سبق في الجزء ده من مدرسة المسيح متكلم عن العلاقات الانسانية بتدينا اختيار شريك الحياة العلاقة الزوجية وبنتكلم دلوقتي عن تربية الاطفال موضوع في غاية الحساسية لان دول فلزات اكبادنا واغلى ما عندنا ومستعدين بعمرنا عشانهم ففي الرحلة دي صعب انا عارف انه صعب انك بتكتشف انك ارتكبت اخطاء وتعمل كده روحك طول من احنا ماشيين بس نقدر نصلح ومحدش مش هيغلط لكن المهم رغبتي في اني اصلح ما افسد اني اتعلم الصح اني اعتذر عن اللي عملته غلط واني اصحح طريقي في علاقتي بالذات مع اولادي لان دي مسئولية في رقبتي انا مسئول عن الناس دي انا مسئول عن نفسي لكن بالأول انا مسئول عن ناس ابرياء اتولدوا عجينة طيعة زي ما تكلمنا وانت اكتر واحد وشريك حياتك اللي بتشكل هذه العجينة لتجعل منها اناء للكرامة لتقدمها للمجتمع انسان ناضج جميل يستطيع ان يغير من واقع الحياة اللي بيعيش فيها فرحة دي تكلمنا عن دعوة للتربية ولماذا نربي اولادنا وبعاية اتكلمنا عن مبادئ مبادئ اساسية قلنا فيه اتناشر مبدئ اساسي كلهم في غاية الهمية مبنين بعضهم على بعض اتكلمنا عن ثلاث مبادئ حتى الان حد فاكر واحد العلاقة الزوجية هي الابن البكر اتنين الاتفاق على المبدئ نقول قولا واحدا ثلاثة ضرفات القدوة والمثل ثلاثة صعبين اوي 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 بس الثلاثة دول هيفتحونا السكة في اللي جاي ويساعدونا ان نبني عليهم مبادئ افتكر هتبقى اسهل في التطبيق لو اتفقنا على الثلاث مبادئ الاولى مبدئ الرابع حقيقة مهمة جدا البعض اكتشفها متأخر قوي في حياته المحبة غير المشروطة المحبة غير المشروطة ايه هي وليه مهمة وازاي نطبقها ايه وليه وازاي اتفقنا ان دول تلم دايما التلاثة اسئلة المهمة اللي بتخليني فهمت وعارف اطبقها خلينا برضو نتفرج على لقطة سكتش احنا عندنا اتناشر موقف احنا حسينا انه تربية الاطفال مفيش احسن من المشاهد الواقعية من واقع الحياة الممثلة بطريقة ربما تكون فيها نوع من يعني التطخيم ولو انها مش تطخيم او لغاية دلوقتي لكنها بتعري الحقائق وبخير نتفرج على روحنا احنا بنعمل ايه نتفرج مع بعض وبعد نسمع تعليقاتكم مكزت المسيح الحمد لله السلامة ايه سلمك بابا حبيبي الهداية دي ليا ايوة الهداية دي ليك بس انت مش هتاخدها دلوقتي امال امت هتاخدها لما تبقى كويس ونحبك اكدر اولا مش كويس لا انت كويس بس او انت مش بتحبول انا ابل ليه لا يا حبيبي انت افهم غلط انا فنم انت عايزين تقوله ليه ادينا مش ابنكو انا مش ابنكو انت متفرجة على الودة علي إيه لا يا حبيبي انت ابننا حبابنا الوى احنا بنحبك بس احنا عايزين نحبك اكدر لما تبقى كويس اكدر ده هنعمل ايه هقولك امت تذكير كويس وتنام كويس وتأكل كويس وتبقى حذي ومقدب وتسمع كلامنا أنا مش عايز الهدي بتاعاتكو تجي أصلي ماما وأنا بقيت كويس لسه شوية يا حبيبي مستنيينك تبقى كويس أكتر ما تحبوني بحشان أخذ الهدي فأنا أقول لك قول اللي بقى اللي أنا بقيت كويس وأخصلك المواعد من يومين جايين كده هتحبوني اللي انت عامله في نفسك ده رح تقسل شعرك وغير هدومك بسرعة كده أنا بقيت شبكة هتحبيني تقفيني اللي هدية احسن رحاتك كده فيها شوية يعني مبلغة مش بالصراحة دي يعني منعمل ايه طيب قولونا منقولهم ايه ايه ممكن منقولوا بيبقى يشبه كده شكلوا اخاف قلطف بس يشبه كده ايوه نسمع هنا انا بعمل مش كده قوي بس بعمل كده 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 قوي يعني مثلا اقول لو انت جبت درجات كويسة في الامتحان انت ليك عندي عشرة جنيه فيفضل شفتي شفتي السكايبرت شفتي الرقم شفتي جبت كام شفتي جبت كام فانا لا ليسه ما شفتش مش فاضي كده لحد ما شوفه بعدين يلاقي مثلا 98 من 100 لا انت ما جبتش الفول مارك لدرجة ان هو بقى متعود يعني انا اكتشفت ان انا مش مش اكتشف دلوقتي اكتشفت من شوية كده ان انا بقى الولد او ولادي كلهم مدين قوي انه طب احنا هتدينا كام لو عملت ده هتديني كام لو كده فانا حسن انا في مؤذك مش هارفت لع منه نعمل اي تاني يشبه كده ايوه انا بعمل حاجة مع الاولاد في المدرسة المواد بتاعتهم اللي بيجيب ايه بديله 150 جنيه على ايه في الكورتر تيرم يعني واللي يجيب بيه بياخد 50 جنيه اللي يجيب سي ودي ما بياخدش حاجة فمعرفش هل دي زي اللي حضرتك بتقوله ان انا بحبه كده محبة مشروطة ولا لا ولا ده بيعتبره انا بالنسبة لي بيعتبره تشجيع فمش عارف هل الموقف ده صح ولا غلط ايوه من حوالي اربع سنين اخواتي الاثنين كان فيه مشكلة كبيرة بينهم ومع بابا فبابا قاعد بيحله فبيتكلم بيشد معانا وبيزعق وانا ما حاول ايه اصلح كده واجيب شوية كده وطبطب شوية كده وبتاعه فكنت عايز يعني ايه اخر القاعدة اخلي بابا يضحك شوية او يفك يعني فقلت له احمد ربنا او عندك واحد عائل قال لي انت كمان زفت الحياة لانت عايط من بيت بابا لغاية لما روحت انا فعليا ما عنديش مشاكل مع بابا قاوي في حاجات معينة لاني لانه يعني انا فهمت شوية الموضوع فبعدت شوية فبس المشكلة انا بعمل كده مع اولادي بقا يعني انا اعيط ساعة لربعة وانا كبير بس كل مرة بشوف حاجة كده وكل مرة بحس انه الحب الغير مشروط ده مش موجود في حياتي لان انا ما لان انا متعودتش عليه فلا اللي بيحصل ده بسيط قوي من اللي كان ممكن بيحصل ما اللي انا بعمله حتى انا طلق باطة قوي ما بين ازاي هحفز وازاي انه يبقى غير مشروط حب فيعني انا عندي بنت صغيرة لكن يلا كل اللي بعترتي كل الالوان دي اللي مها عشان بعد كده نعمل حاجة حلو قوي بابا هديك بومبوني فان مش عارف او انا كده بعمل ايه انا طلق باطة قوي ونفسي مع الوقت اوضح ما بيني ان انا بحفز ولا بحب بشروط ده سؤال مهم قوي ايوا نسمع هنا كمان حضرتك حضرتك عايزة اعكس السؤال او اعكس انا اوقت بسمعها هي بتقولي هو انا كده كويسة يا مومي ايوا فانا ما ببقاش فهمة هي بتقول كده عشان انا عملت ايه بس السؤال ده بيقرقني يعني اوقات ببقى مش حاسة ان انا مرتاحة وهي بتسأل السؤال ده هي مش واثقة في نفسها ببس ما ببقاش فهمة انا عملت ايه عشان هي عملت كده عجبنا الودة صح الودة يعني رهيبة يعني عاد تفضلي ساعات ابني بيسألني سؤال بس بفهم منه ان هو فهم انا عايزة اقول ايه ساعات يقول لي مومي انت بتحبيني فاقول له اه فقال لي تاب والحاجة الوحشة اللي انا بعملها فاقول له لا فهو بيقولها وعارف ان انا هقول لا فانا فانا حسن هو من كتر ما بقوله انه انا بحبك بس مش بحب الحاجة دي بحبك بس مش بحب التصرف ده يعني يا حسن لما بتكلم معاه بيفهم انه انا بعمل كده عشان احفزك عشان تبقى احسن بس السيل انا بحبك يعني فيه فيه هتة كده بيزلاين انه انا بحبك فانا مش عارفة برضو ده صح ولا مجرد ان هو بيسأل تاب والحاجة الوحشة عشان اقول له لا تاب والحاجة الحلوة اه فهو كده فهمها ولا هو لسه شاكك فيها يعني هايل اشكركم الافتكر انتوا فتحتوا الموضوع قوي فتقتوه زي ما بيقولوا يعني يعني فصصناه كده عشان نقدر نبقى قادرين نقرب الفكرة دي فيه منتهى منتهى الخطورة الحب رسالة في حد ذاتها الحب معناه احبك لشخصك بقدرك انت غالي عندي انت مقبول زي ما انت ده الحب صح؟ فالحب رسالة توصل للي قدامي فيها انا مقدرك انت غالي عزيز علي قريب من قلبي وانا مستعد اعمل اي حاجة عشان اسعدك صح كده؟ ده الحب فالحب حاجة والتشجيع على الصواب والخطأ يعني وعدم الخطأ حاجة تانية صح؟ لازم افصل الاثنين عن بعد احنا مدخلهم في بعض فلما بندخلهم في بعض بتختلط الايه؟ الاوراق فاهميني هايز اقول ايه؟ الطفل محتاج بيتولد كده ده البنزين بتاعه ده الوقود بتاعه ده اسفير الحياة ده الاكسوجين بتاعه الحب الحب انه محبوب لذاته في ذاته بغض النظر عن افعاله او انجازاته فانا مش لما بينجز اكتر بحبه اكتر مش لما بيتصرف احسن بحبه احسن لا حبي ليه ملوش دعوة لا بالتصرف ولا بالانجاز لا بالادب ولا بالدرجات ده الحب الغير مشروط اني بحبك انت لذاتك انت ابني وبحبك وبموت فيك عملت حلو عملت وحش انا بحبك جبت درجة كويسة جبت درجة وحش انا بعمل ايه؟ بحبك فالانجاز لا يضيف للحب والاخلاق لا تضيف للحب ده الحب الغير ايه؟ مشروط احنا بنخلط ده بالمكافأة كويس؟ بس اغلبها بقى بيتبقى مش بس مكافأة مادية مثلا حد فلوس او مش عارف ايه او حد شوكولتائي او حد منبناية لا احنا مرات بنخلطها بالحب عشان احبك اسمع الكلام عشان احبك بازت كده اللعبة خالص اولا يقول له لو ما سمعتش الكلام مش احبك فبقى الحب مكافأة بقى الحب حاجة بديها له نتيجة للفعل فما بقاش بقى غير مشروط بقى الحب ده ايه؟ نتيجة لفعل او نتيجة لانجاز راعي الحب بقى سلعة بقى زي الفلوس بقى زي الشوكولاتة مضبوط من حقي ان اكافقوا بفلوس او متكافقوا بشوكولاتة لفعل لكن لو كان الحب هو المكافأة يبقى الحب بقى ايه؟ بقى فلوس وشوكولاتة الحب اغلب من كده بايه؟ بكتير بكتير بصوا الاية اللي جاية دي خلينا اتفرج ربنا بيقول ايه؟ الكتاب بيقول ايه؟ زي ما اتفقنا المبادئ دي من طلحها منين؟ من هنا فده مش رأي ورأيك زي ما اتفقنا احنا بقولش حاجة ده رأيي وكل واحد لي رأيي في الموضوع ده احنا هنشوف الاثناشر دي مش هنختلف ولا مبدأ منهم صح؟ لغاية التي اختلفنا؟ الحمد لله الحمد لله ربنا يكملنا بالمهم فهناخد الاية دي بصوا مياه كثيرة لا تستطيع ان تطفئ المحبة والسيول لا تغمرها الحب مفيش حاجة ضيعه مياه كثيرة لا تطفئ المحبة السيول لا تغمرها وبعين بيقول ان اعطى الانسان كل ثروة بيته بدل المحبة تحتقر احتقارا المحبة لا تعوض بالمال المحبة فوق الذهب والفضة والانسان محتاج للحب اكتر من الايه؟ من الفلوس بكتير ان اعطى الانسان كل ثروة بيته للاخر بدل المحبة تحتقر لو بتجيب لمراتك كل يوم هدية ومش بتحبها الحب اللي بتكلم عنه دوت انها غالية وسمينة وعزيزة وانها قريبة لقلبك وانها اغلى حاجة عندك تعمل ايه في كل الهدية اللي انت بتجيبها دي؟ تحتقرها ابنك اكتر بقى ابنك اكتر ايه لو عودته وبقى مادة وبقى كل اللي عايزوا ايه؟ فلوس باص خالص دا باص بدري انا ضيعت القيمة الغالية الحب واستبدلت لها بايه؟ بالفلوس واضح الفرق ما بين اتنين عشان كده لازم افصل ما بين الحاجتين دول عشان افهم الحب هو القيمة الكبرى والحب لا يصلح ان يكون مكافأة وإلا بقى مشروط مشروط ويبقى ولادي بحب حد اكتر من حد بحب الاشطر اكتر بحب الاسكى اكتر بحب المؤدب اكتر بحب الامور اكتر باصد خالد انا بواسط العيال انا بواسط قيمة الحب حنيجي للحكاية دي حالة اية تانية ربنا بيكلم شعبه بيقول لم تشتري لي بفد قصبان وبشحم زبائحك لم ترويني لكن انت مقدمت ليش حاجة انت مدتنيش وبالعكس بقى انت استخدمتني بخطيك وأتعبتني بأثامك هتعمل ايه معايا يا رب انا انا هو الماحي ذنوبك لاجل نفسي وخطيك لا اذكره ده الحب الغير مشروط انت مدتنيش بالعكس انت استغلتني وجرحتني وقسقت اليها وانا سامحك وغفرلك من اجل نفسي من اجل ان انا بحبك عشان انت غالي عندي بسبب هو ايام انا بعمل كده بسبب انا مين فالحب الغير مشروط نابع من شخص عارف يحب بدون شرط انا بحب ده زي ما هو وكما هو ومفيش حاجة هتأثر في حبي ليه مفيش لان هو عندي غالي لان انا شايفه يستحق الحب في ذاته مش لافعاله ولا الامكانياته واضحة واضحة كده ايه دي واضحة جدا مش كده؟ وبعدين بنشوف بقى ربنا بيوصينا بيقول ايه؟ وصيها جديدة ان تعطي انا اعطيكم ان تحبوا بعضكم بعضا كما احببتكم انا ايه الجديد اللي نحب بعض دي موجودة في الوصايا العشر موجودة في تسنية من الاول لتسنية ستة بيتكلم عن كده ايه الفرق هنا؟ كما احببتكم انا تحبوا بعض محبة غير مشروطة تحبوا بعض لزوتكو مش لأفعالكو او امتيازاتكو فمش لأن دي اجمل هحبها اكتر من اختها التانية مش دا ليني اشتر هحبها اكتر من اختها التانية مش لأن ده مؤدب اكتر هحبه اكتر من الواد اللي ما بيسمعش الكلام وإلا المحبة هتبقى مشروطة يبقى المحبة دي مكافأة يبقى المحبة دي اجرة تبقى رخيصة قوي وتبقى مش حقيقية الحب اغلى من كده بكتير واضح بنتكلم في ايه؟ واضح بنتكلم في ايه؟ فانا في كلامي وحنقول بعد شوية وفي علاقتي بابني لازم اخلي بالي بقول ايه بربط الحب بايه وبربط المشاعر والعواطف بايه الكلام اللي بقوله والتعبير اللي انا بعبرهوله مرتبط بافعاله او بانجازاته بامتيازاته او بعيوبه ولا ملهاش دعوة خالص ولا ملهاش دعوة خالص ارجو نفصل ده عنده نكمل بقية الايات وبعدين نشح كانسان تعزي امه هكذا اعزيكم انا في ارشالين تعزون يحصل ايه خلي بالكو دي على الايدي تحملون على الرجبتين تدلون يعني قبلها بتكلم عن الدلال ههاشتكك وههيسك وبسطك وفرحك فتفرح قلوبكم وتزهو عظامكم كالعشب بص النتيجة بص الحب يعمل ايه في البني ادم يفرح الايه القلب الفلوس ما يفرحش القلب الشوكولاتة ما بتفرحش القلب بتحل البق بس بس بتملك جيب بس بس ما بتوصلش ابدا للقلب الحاجة الوحيدة اللي تلمس القلب هي الحب بس طعام القلب حب لا فلوس ولا شوكولاتة يوصلوا للقلب تبقى مصيبة لو الفلوس دخلت القلب صح؟ القلب يقف لو الشوكولاتة دخلت القلب القلب يقف الحاجة الوحيدة اللي توصل للقلب الحب فتفرح قلوبكم وتزهو احصامكم المبتح صلى الله ايه؟ تزهزة الوردة تتفتح الحب بس الحب بس ده ابني عايز افرحه وحايزه يتفرد وأوراقه تخضر ووروده تتفتح أحبه أحبه أغرقه حب أغرقه حب ملهاش دعوة بالأخلاق ولا بالإنجازات ولا بالامتيازات اللي عنده ملهاش دعوة عشان يبقى الحب ده حب ايه؟ غير مشروط عشان يبقى الحب ده حب غير مشروط عايز أقف هنا قبل ما نتكلم عن امتيازات الحب بيعمل ليه في البناء ده؟ تفرح قلوبكم وتزهو أزامك قبل ما نفرد دي كده عايز أشرح الفكرة ديت بقوله ايه؟ ومشاعري ناحيته اتجاهها ايه؟ بقوله ايه زي ما اتفقنا عمل حاجة غلط كويس؟ بابا زعلان مني لا خلق لا خلق مش زعلان ان انا غلق لا تحبني؟ بموت فيك فأنا بحبك ومش ايه؟ ومش زعلان منك طب مبسوط باللي انا عملته ده؟ لا ليه؟ عشان ده بيدرك وانا ايه؟ بحبك يبقى انا ليه مش مبسوط من الغلط؟ لاني بحبه مش لاني بكره هالغلط انا كده بكره هالغلط انا كده لا لاني بحبك فحتى زعل من الغلط لاني ايه؟ بحبك وعشكرا مش زعلان منك انا زعلان من الحاجة دي اللي هتئذيك انا مش زعلان منك انت انا زعلان ايه؟ عليك العبارة المشهورة اللي خدناها في مدرسة المسيح سكة كلها الحب الغير مشروط ما بزعلش منك بزعل عليك لاني بحبك انا ليه ليه ربنا بكره هالخطيئ ليه ربنا بكره هالخطيئ ليه ربنا قدوس لان المحبة لتصنع الشر يا محب الرب ابغده الشر لاني ماينفعش احب الصح واحب الغلط اذا حبيت الصح اكره لاني الغلط لاني الغلط ضد الايه؟ ضد الصح والصح هو السعادة الصح هو الخير مظبوط انا بتمني لك الخير واتمنى لك الشر ابقى انا عندي سكيزوفرينهم ابقى انا عندي فصام بتمني لك الخير معنى لو الشر حصل لك احصل لي ايه؟ ازعل عليك مش هازعل منك لاني بتمني لكими الخير وجات لك مصيبة هنبسط أتمنى لك الخير بتمني لك الخير ازعل لما يحصل لك حاجة وحشة هي نفس المبدأ يا جماعة ولادنا حيفرقو هم صغيرين جدا الحكاية القصة المشهورة دي اللي انا بحكيها دايما عن ابننا الكبير اول مرة او ابتدأ يروح مدرس لاحد فجات المدرسة قلت لنا انتو بتعلموا العيال ايه في البيت فاميراتي قلت لي مش معنا في ايه قلت لها بقول لهم يولاي تسمعوا الكلام وقل لها ربنا هيزعل منكم فرحوا رفع ايه ده قال لها غلط يا مس فقلت له غلط ايه يا حبيبي قال لها ربنا مش بيزعل مننا ربنا بيزعل علينا فقلت لي انتو بتقولوله ايه كان صغير قوي 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 كان كي جي او حاجة كده لسه صغير قوي احنا فجئنا انه فهم الفرق دي لاتنين لان دلي احنا بنعمله معاه في البيت بنقول له ربنا كده وانحنا بنعمل معك كده اتفقنا ربنا هو الاب المثالي صح ربنا بيزعلش مني ربنا بيزعل علي ابن الضال عمل العاملة السودة مع ابوه وصفر الى كورة بعيدة الاب زعلان منه صح ولا زعلان لما رجع استقبله وقال له كده يا وات واللي عمل ايه جري عليه ووقع على العنق وماله وباسه وهو امطين بطين وهو ورحته ما تعدش يطيقها ربنا مش بيزعل مني ربنا بيزعل علي ده المحبة غير المسروطة اذا اقوالي وانا بقوله عمري محربة الحب لا بالانجازات ولا بالاخلاق ولا بالامتيازات ولا حربط مشاعر ناحيته لما يغلط هخصمه ابدا هاخده في حضنة وطبطب عليه وابوسه مش ابن عني ابن عني ما تعرفش مني خالص ما تعرفش مني وانت اهالي بيخصموا عيالهم باليوم والاتنين ايه اللي بتعمله ده مخصمك ما تكلمنيش ايه هو ده ده عقب شديد جدا ده passive aggression مهول ده رسالة اني العلاقة العلاقة مبنية على الافعال العلاقة هي الحب مش مبنية على الافعال مش مبنية على الافعال هقول ايه وحوصله الحب واخده في حضنة وطبطب عليه وابوسه واهتم به واسأل عنه ورعيه ده حيفرق في افعاله او انجازاته ولا لا قصة حكيته برضو كتير ايه وتعبر عن نفس الفكرة دي اه مراتي هم اربع بنات وابوهم راجل سبق عصره كان الحقيقة وكان دام يقولهم يا ولاد يا بنات مو اربع بنات فيا يا بنات النجاح في الحياة مش هو النجاح في الدراسة مراتي كانت الاولى دايما على مدرستها وصور بقى مش عارف ايه ودايما واخدها المهم يعني اختها الكبيرة ما كانتش يعني شطر قوي واول سنة دخلت الجامعة سقطت فلما جات النتيجة انها سقطت باباها عمل ايه بقى خدها فسحها وجاب لها خاتم دهب هدية اه امراتي ما جالباش حاجة وطلع الاولى ده الحب الغير المشروط ان هي حصة بالكسرة فانا بعمل ايه بقولها النجاح في الحياة مش هو النجاح في الدراسة كوني فخورة بنفسك كوني واثقة من نفسك مش النمر اهم حاجة انتي اهم حاجة دي جرعة الحب دي جرعة التقدير للشخص كويس عندي التشجيع لكن اللي عمل دوره وفشل ها ده لازم اشجعه اكتر لازم اشجعه اكتر هنجلها المهم انا مسئول مسئول اني اوصل رسالة اسمها الحب غير المشروط وانك ما بتغلط ما بزعلش منك انا بزعل عليك انا بزعل من الفعل لاني بحبك مش لاني بكره الفعل دول مش حكتين مفسية انا ما عنديش انفصام جوايا انا بحبك وبحبك وما عنديش حاجة غير اني بحبك واللي يسعدك واللي يبنيك انبسط بيه واللي يجرحك ويهينك ويضمرك ويأذيك اكرهه فانا متسق مع ايه مع نفسي فالواد يحس عندك حق ايه واذا ما زعلتش من الحاجة اللي تأذيني يبقى انت مش ايه مش بتحباني مش بتحباني الحب ده الغير مشروط بيدي ايه هو مصدر الشبع والدفء والامان القلب يفرح بهذا الحب ويشعر بالامان في الحب انا مقبول زي ما انا انا مش لزي ما عمل مجهود زي الواد ده عمالي اعمل اي حاجة عشان ايه انا بيت كويس انا بيت كويس طب اعمل كده ولا اعمل كده اعمل شعره كده مش عارف ايه لبس هدوم ابو اقول لبس هدومك عبقى زيك حبيني بقى يا لهوي لما الانسان يسعى للحب ده عدم امان رهيب ده اسعى جوة رهيبة وده اللي الناس عايشة فيه بتجبر وبفضل اشحة للايه حب لان دايما الحب كان بالنسبة لي مشروط بادائي او بشكلي او 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 اي حاجة هو مكافأ انا باخدها غير الحب ده انا محبوب انا محبوب محبوب دي ما فياش ما فياش مناش انا بتصرف صح لاني محبوب مش بتصرف صح عشان ابقى محبوب اني محبوب ده الامان اني بسعى اني اتحب ده عدم الايه ده عدم الامان معناه ان انا ساعان وحلتي بالبلع من جوه متبهدل الحب الحقيقي يدي الشبع والدفء والامان الحب الحقيقي هو الحنان حنان انا مش فاكر ابدا مش فاكر غالبا ممكن حصل بس انا مش فاكر ابدا ان بابا خدني في حضنه وطبطب علي وبسني مش فاكر خالص بابا كان دكتور ومشغول صبح ودهور ليل ويعني مالوش فينا اوي مش عارف او حاجة زي كده وكان لما ماما تغلب تقوله وكان هو بطل بوكس وكان يعني مناخيره مكسورة من ال يعني هو بيلعب وهم يعني فكان ايده جمده اوي 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 فلما تغلب مننا تقوله فيا ويل اللي يقع في ايد بابا يعني ده لانا فاكره ها لما جبنا عيالنا وعيالنا ولاد فاحنا بقى حبناهم وحضنه وبوس وحضنه وبوس طول النهار فماما كده قلت لنا حدبوزوهم الحب هو الحنان الدلع حاجة تانية خالص هنتكلم عن الدلع الحب حنان وبوسر رسالة بحبك 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 بيموت فيك بيموت فيك اي ستة تتمنى جوزة هيقول لها كده طول قطعا كده تطميس علي لا يا عم هتبقى خاتم في صباحك بس اعمل كده وجر بس جوز اذا كان الزوجة اللي بني ادم كاملة محتاجة كامل حري الطفل السفنجة دي شباقه يبطيله حنان 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 شباقه حباقه ده غير الدلع ده غير المياصة المياصة انه لما اغلط لما اغلط اه طفل برافو عم يعملها تاني قال ايه وضرب مسلا ان اخته قال وبعدين مش عارف راجل كبير جي راح تافت في وجه بص الواد ده الدلع الحنان مش هو الدلع الحنان مش هو الدلع الحنان هو فايد المشاعر والاهتمام والاحضان الدافقة يقول لك ما تشيلش ابن كتير احسن يتعلم تشيل سيبه في السرير وسيبه يعيط ومشا في ايه طرفش منه بتلمسوش كتير طفل محتاج يتلمس كتير قوي 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 المسو على قد ما تقدر طب طب عليه على قد ما تقدر ادعاك له ضهره كده ودلكه في ضهره كده قد ما تقهن يا كبار لما حد يديرك له كده بتحس بايه صح كده ولما حد بعمله كده بتسيح ده احنا الكبار ده احنا الكبار شوف هو بقى شوف هو بقى شوف هو بقى كل ما تريدون ان يفعل الناس بكم افعلوا انتم ايضا بهؤلاء الاصاغر يعني من الاخر كده من الاخر كده الحب حنان والكسرة فيه تفيد ولا تدور ابدا زود على الاخر على قد ما تقدر حب وحن اما بكلم على الاب والام اوعي كنت فاكرين ده دور الام بس ده دور الاتنين ده دور مشترك مش واحد حعمله والتاني حبيتي العيال المهاردة يعني فيسا ده دور نحن الاتنين تلاتة الحب علاقة والعلاقة كم ونوع كم ونوع شركة وقت بقضيه معاه وفي الوقت ده بركز معاه وبهتم به وبكلمه وهو ما بيكلمش بكلم عيالنا هو ما بيكلموش صح بكلمه هو جنين ده انا واحد طبطب عليه هو جنين وبكلمه هو جنين لان انت فانا الجنين بيعمل ايه بيسمع وبيحس بيحس بالطبطب او بالرزع وبيسمع فعلاقة بتكلم مع ابني حتى هو ما بيكلمش بكلمه بكلمه وعش كيف عايب تتكلم اتأخر لان محدش بيكلمها وعايب تتكلم بدري لان الناس طول نهار تتكلم ايه معاها فهي تواصل تواصل كم ونوع كم يعني على قد ما تدي من وقت يبقى بتواصل انا مشغول عنه فباخده بالليلة اما ارحطه في السرير وماشي ما وصلش حاجة زي مراتك كده شوفها اخر النهار اما اما ارحطه نايم وتروح نايم يعني ما اسماش علاقة صح فعلاقة شركة والشركة دي عايزة كم من الوقت وعمق من الوقت عمق تركيز اهتمام احساس ابقى معاه مش ابقى مع العيل ومع كل الموبايل باي اسكوا اسكوا دي عايزة دي عايزة دي عايزة دي عايزة دي عايزة لا بحوصة في عينيه بتكلم وياه بركز وياه بتسمعه بحس بيه بتفهم معاه ولا ايه ولا ايه ولا ايه ما بيفهمش لا بيفهم لا بيحس دي عايزة دي عايزة دي عايزة دي عايزة بتلقط بتلقط شغالة كلها عنده كده اربعة اعجاب انا بستطعم المنجا عن التفاح انا بستطعم التفاح عن المنجا انا بحب الفراولة اكتر لا انا غاوي كيوي مس غالي غالي بلاش يعني خليك على قدنا فاهم يا سلام لما تحب المرتقان يعني تعيش سعيد وهكذا يعني فالحب غير مشروط الاعجاب مشروط لشكده انت ما بتتجوزش اي واحدة ست لازم واحدة تاعجبك ففي الجواز فيه اعجاب لكن لو اعجاب بس يبقى بقى تفاح واوما هيتغير طعم التفاح ويدبل هتضطر تعمل ايه تغرقك وتحب المنجا وتبقى مصيبة ففي اختيار شريك الحياة لازم بقى فيه اعجاب لكن بعد ما اخترت لازم بقى فيه ايه حب غير ايه مشروط انا جالي عيل مش عاجبني ربيه في الزبالة اجيب واحد غيره صح لا هحبه هحبه مفيش بقى مش عاجبني فيه ايه الغريزة الامومة بتخلي القرد في عين امه ايه غزال وابوه كمان صح يا امر يا امر بجد اه يعني احنا يعني نشكر ربنا فانا شايفه امر وبقوله انت امر يعني ده غريزة طبعا يا ربنا عملها فينا عشان خاطر العيال ما تدوسش خالص يعني عشان من بوزهمش من اول لحظة بيتولدوا فيها طبعا الحمى بقى ولا مش عارف مين ولا الجدة تيجي تقول ايه القرف ده اللي انتو جيبتوه عشان خايفها تتحسد طبعا انا هو عاجبها بس خايفها تتحسد تقول كلام لواد لما بيسمعه لواد بيقول تتا مش عاجبها ليه وجرق وحاجات زي الحب للمشروط ليس حبا من الآخر بل هو تشويه للحب ودي خطرت اني علمته درس اسوأ ما يمكن ان اعلمه لابني انا شوهت معنى الكلمة دي مدى الحياة انا بقى استهاله فبيفهم ان ربنا بيحب حب ايه مشروط وهو لما بيحب بيحب حب مشروط فالكلمة دي بازت انا شوهت معناها انا عملت له wrong definition تعريف خاطئ انا ضيعت الوداء ده المبدأ ده مفيهوش هزاربا يا جماعة وده من الاخطاء الشائعة جدا قولا و وفعلا بدخلوا في التشجيع وعدم التشجيع بدخل انا 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 جيب الهداية فيه هداية كبيرة قوي ليك لو تستهلها فانت is not good enough انت مش good enough انت مش كويس كفاية احنا مش بنحبك او احنا حنحبك اكتر لو بقيت احسن الهداية بقت عنده اهم من الحب لان الهداية بقتها اتعبير الايه الحب ايه لا يا حبيه احنا نحبك جدا 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 مش نقدر نحبك اكتر من كده احنا عايزينك احسن لاننا بنحبك ولو بقيتش احسن هنفضل نحبك او 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 انا بجيب الهداية مش نقوله انا بحبك مش نقوله انت جود بوي فيه مناسبات ده عيد ميلاده ده الكريسمس ده مش عارف ايه انا بجيب هداية مش على قد ما يستاهل على قد ما انا ايه بحبه فخلط الحب مع المكافأة لخباطة لازم افصله مع بعض ده حاجة ودي حاجة فما اقوله لازم اواضح وصريح اني بحبك 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 ومش بازع منك مش بازع منك مش بازع منك ولازم ما افعله في العواطف والمشاعر والحنان والعلاقة والكم والكيف ملوش دعوة بالحاجات التانية ده مرتبط بالحب والحب سابت وأكيد واضح اللي انا عايز اقوله المكافأة بقى والتشجيع ده قصة تانية على جنب موضوع آخر هنتكلم عنه في التقديم انا واضح انا واضح انا واضح انا واضح مش قوي تفضع لي انا تلخبط شوية ما بين مكافأة الانجازات يعني انا طول وقت انا بحبكم طول وقت وهم عارفين ان انا مش بازع منهم كاشخاص ولو حد زعل بيقول انا عارف ان انتي مش زعلانة مني زعلانة على الغلط اللي انا عملته عشان ده بيدرني بس في نفس الوقت قصة ان انا بكافأ وباء في ال بواتافر حاجة مادية انا حاسة ان هما انا نفسي اتلخبطوا حاسة ان هما كمان اتلخبطوا يعني حاسة انه اتلخبطوا جوه بعد ما بقاش ما بقاش الدنيا طبعا لو ده دايما قانونه بقى حاجة مهمة احنا كنا قاعدين قاعدة مع احمد عكاشة انا خدت بتاعي في الامتياز طب النفسي وكان وقتها احمد عكاشة هو رئيس القسم وكان بيجي يقعد معنا الحقيقة انبسطت بالكم قاعدة اللي قاعدة معنا كطلبة يعني طلبة الامتياز وباين حد سأل وقال له بتعمل ايه مع ولادك بتشجحهم ازاي للتفوق قال عمري ما طلبت منهم يبقى الاول بقول له فيه مكافأة خاصة لو انت منعش الاول طب لو انا الاول قال له ما فيش اي حاجة زيادة قلناله ليه قال العبء النفسي اللي بحطه على ابني عشان يبقى الاول رهيب ليه 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 حط وبعليه لو اول اللي عايز يحافظ على الاول ده يعني بيضمر حياته ليه بلاو المم يبقى شاطر مش عايز اركز اني يجيب مية في المية مش عايز بقى دي قضيته في الحياة النجاح في الحياة ليس هو النجاح في الايه في الدراسة انا لما بركز على الحاجة دي اوي انا بزود قيمتها هي قيمتها موجودة بس مش بالدرجة دي انا عايز اعلي قيمت الايه الحب العلاق الامان في مكافأة للي حيعمل اللي عليه اللي بشوفه بيذاكر وبيعمل اللي عليه حتديله مكافأة ما جبتش مية في المية لان انا زكائي ما جبش مية في المية حتديني اقل من اللي زاكر قدي وجب مية في المية لا بس لو انا عارفة ان هي كدرات وكده طم انتي عارفة قدراتهم عمل عمل الاي كيو بتاع كل واحد فيهم وعارفة قدي ايه لا يعني انا عارفة انه هو يقدر يعمل اكتر من كده انتي دايما دايما الاهالي رأيهم انه يقدر يعمل اكتر من كده وبعدين قدرة الشخص ده انه يذاكر قدي ده قدي ده انا تالي عندي تلات اولاد قدرتهم في المذاكرة غير بعض قدرتهم انه يقعد عشان يذاكر واحد منهم مقدرش يقعد يذاكر الوسطاني عندنا كان شوية مقدرش يقعد مقدرش يقعد انا وانا صغير لما كانوا بيجيبولي مدرس خصوصي كان بيبقى المدرس قاعد على الطابلة كده وانا قاعد تحت كل شوية حاجة اجيبها انا مقدرش افضل قاعد كده انا مقدرش اوعظ افضل واقف كده صح لغاية دلوقتي انا لسه بتماشى فقدرة الناس على اولادي على المذاكرة قد بعض طيب مش حرام اني قد اللي قدرته المذاكرة مكافأة اكتر من اللي قدرته قال هنجيلها في الرحمة والحق بس فهمت المبدأ انا عايز اركز على الحبر التقدير لذاته لشخصه ده اللي يفرح القلب ويجعل العظام يحصل لها تزه عظام ده في الحياة يا ما اوائل فشلوا في الحياة ويا ما الناس كانوا بتطلعوا نجحوا جدا في الحياة مظبوط صح اذا المبدأ هو النجاح في الحياة ليس هو الدرجات هو الشخصية السوية هو الامان هو الشبع هو الثقة في النفس هو الاعتدال هو المظبوط ان ان البازل بتاع اللي جوه راكب صح ان الصورة اللي جوه مظبوطة عن الله عن نفسي عن الناس أنا واضح سمحوني أن وقتنا خلص غالبا الحلقة اللي جاية هناخد أسئلة في موضوع المحبة غير المشروطة دي لأن أنا عارف أن دي قضية كبيرة قوي وعايزين نتأكد أن احنا فهمناها ودي من أكتر الحاجات اللي تقدر ترجع تصلحها بسهولة مع أولادك لأنها رسالة وفعل فقدر أصحح الرسالة وصححها لإيه الفعل اللي أنا بعمله مع أولادي عزيزي المشاهد أحباي أشكركم عشان متابعتكم لينا هذه الحلقة إلى أن نلتقي في الحلقة القادمة ربنا يحفظك تلميذ للمسيح أمين في نهاية حلقتنا عزيزي المشاهد عايز أشجعك أنك تروح للويبسايت بتاع هذا البرنامج schoolofchrist.tv هتجد كل الحلقات موجودة وكل حلقة هتلاقيها بكل الصور المختلفة بتقدر تتفرج عليها ستريمينج بتقدر تلاقيها word بتقدر تلاقيها تشيط عشان تحلوا وتبعثوا لينا مرة تانية بتقدر تلاقيها pdf بتقدر تلاقيها powerpoint أو تقدر تحملها لنفسك على أساس أنها تكون mp3 عشان تقدر تسمحها أو تكون للايبود بتاعك أو تكون للايفون بتاعك أو تكون كمان window media player والسيدي هات الديفيدي هات هاي كواليتي موجودة في جميع المكاتب المسيحية من الآن فصاعدا تقدر تحصل عليها وتقدر كمان تديها هدايا لأصدقائك إلى أن نلتقي ربنا معك ما رئيك هاي كواليبي اشتركوا في القناة